اللي حصل الاسبوع اللي فات في موضوع انقطاع الانترنت النهاردة المرفق او الجهاد القومي لتنظيم الاتصالات غرم الشركة المصرية لاتصالات 20 مليون جنيه بعد رصد عطل عظيم في البنية التحتية وانقطعت الخدمة اي نعم الشركة المصرية لاتصالات عوضت المواطنين واتبعت لنا رسائل انا عن نفسي واحد من الناس اللي بعتها رسائل بتعويض بكذا كذا وخلونا نشيد ان الشركة اداءها بيتحسن ولكن البعض لا يعلم ان هناك مرفق قومي لتنظيم الاتصالات دور هذا المرفق هو مراقبة اداء هذه الشركات مراقبة اداء المصري الاتصالات فيها جزء حكومي بس عليها ركابة الاربع شركات المحمولة تانين حتى لو فيها مشاركات من جهات حكومية او جهات خريق عليها ركابة لما يبقى عندك مشكلة مع شركة اتصالات حتى لو مشكلة عامة اشتكي واخد حقك في جهاز المرفق اتصالات يا جماعة فيه ناس على اعلى مستوى من الكفاءة الفنية وفيه ناس ديهم صلاحيات الضبطية وبينزلوا يفتشوا ويشوفوا حاجات كتير ويرقبوا الكلام ده كله عند حضرتك مشكلة مع اي شركة من الشركات انا النهاردة شفت ان هم اتعاملوا ازاي مع هذا الموضوع سواء بانهم التعويض اللي تم للناس سواء بالغرامة اللي اتفرضت على هذه الشركة رغم انها برضو شركة فيها جزء تابع للدولة ولكن هذا الجهاز بيديك حقك دي برضو من ضمن الحاجات التانية اي نعم دي مشكلة كبيرة ممكن يبقى فيه مشكلة صغيرة ممكن تبقى شركة من الشركات ما احترمنا لكل الشركات انا مش بذكر شركة بالاسم ولا ضد شركة بالاسم يا رب وتبقى عندنا عشرين شركة وكلهم احسن من بعض بس انا بتكلم على ايه عن المتقاعس في اداء واجبه عن اللي بيأثر في خدمة حضرتك وانا واي حد في مصر دافع فلوسها اشتكي ما وصلتش لحاجة مع الشركة لقيتهم بيرحلوك من حد للتاني للتاني دا لغ محترم كهاز المرفق القامل للتصالات دا زي الرقابة الادارية كده بالزبط بيفتش وبيزبط طبعا انا بتكلم في حتة الاتصالات يعني تعامل بلغ خد اجراء عشان الدولة تاخد حقها والمواطن ياخد حقها وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة ومنع حدوث الشكاوي النهاردة اشغلنا كلها باقت انترنت ولادنا كلها دروس ومواقع يعني بقول حاجات بتتم على ارض الواقع بتبقى اونلاين النهاردة كورسات انا باخدها اونلاين او غيري باخدها اونلاين حياتنا كلها بقت مرتبطة بالانترنت كل حاجة في حياتي بقى الانترنت زي الكهرباء وزي المية وزي الغاز وزي كل حاجة ما ينفعش نوعي تقطع ولما يتقطع نعرف ايه سببه ولو في حد مقصر في هذا يتعاق فكل التحية والتقدير للجهاز القومي لتنظيم او التصلاة او المرفق القومي للتصلاة ترجمة نانسي قنقر